مرة أخرى يثار الجدل على خلفية المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن تعمل إلى جانب اللجنة الوطنية إثارة هذا الموضوع جاء في سياق كلمة لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيت غيلمر خلال جلسة النقاش العام تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جينيف غيلمر لا تزال تعتقد أن اللجنة الوطنية فاشلت في الوفاء بالمعايير التي يتعين أن تمتثل لها من أجل تنفيذ مهامها بمصداقية في وقت لم تفي فيه المفوضية السامية بتعهداتها تجاه اللجنة الوطنية وفقا للبند العاشر ورغم استمرار الانتهاكات إلا أنها تعتبر أقل بكثير مما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية وذلك بسبب اتساع سيطرة الحكومة الشرعية وتصديها لكل المظاهر التي تضر بحقوق المواطنين وسلامتهم وأمنهم نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في رده على غيلمر أكد أن الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد وتضع سلامتهم وأمنهم وإنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة ومواجهة الإرهاب وتحسين الوضع الاقتصادي في سلم أولوياتها لإنهاء الصراع الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني مندوب المملكة العربية السعودية السفير عبد العزيز الواصل شدد من جهته على أولوية دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات الذي تم من خلاله تبني القرار رقم 16 تقسيم 33 في الدورة السابقة وانتقد عدم تطبيق القرار على أرض الواقع حتى اليوم داعيا في الآن نفسه إلى تخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفاوضية حقوق الإنسان في اليمن لمؤازرة اللجنة الوطنية المندوب الدائم لمملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري تحدث من جهته باسم مجلس التعاون الخليجي معبرا عن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى ربط البند العاشر بشروط أو قيود تجعل الحصول على المساعدة التقنية أمرا معقدا واعتبر أن من شأن ذلك أن يفرغ المساعدة من معناها الحقيقي ويحول دون حصول الدول المحتاجة لهذه المساعدة والاستفادة من منافعها إصرار المفاوضية السامية على خيار اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في اليمن ليس له بنظر المراقبين ما يدعمه من مصداقية خصوصا بعد أن فشل مكتبها في اليمن في القيام بدوره وتورط في إسناد غير مقبول للمهمة الإنقلابية عبر سكوته المريب عن انتهاكات الميليشيا لحقوق الإنسان